السمنة المفرطة في بعض الحالات بنسبة للكبار بيقى في تدخل جراحي وحاجات من ده بنسبة لأطفال هل ده ينفع؟ لا قبل 18 سنة ما ينفعش تدخل جراحي خالص لأطفال لعشان هما في مرحلة نمو فما ينفعش خالص لأن مهما كانت العمليات دي أمينة برضه بتفقدنا عناصر غذائية بنقعد لأول شهر ونص ما بنكلش وبيحصل لازم ناخد سبليمانتس ولازم ناخد حاجات بتتشيرب تعود لأكل نعرفش ناكل بصورة طبيعية فبيحصل دروب ده لو حصل في الأطفال في مرحلة النمو حيأصلها النمو بقيت عمره فبتنفعش خالص قبل 18 سنة يمكن كمان الهرمون فبتبقاش مزبطة قبل عمره 18 سنة أو عمر البلوغ كاملا فكمان بيقولوا نفسيا ما ينفعش العمليات دي لأن الولد برضه لسه ما اكتملش نموه أو البنت فزي ما قلت في أول حلقة هو ما فيش حل في القصة دي غير إن أنا أضبط أكل غير إن الأهل يكونوا وعيين إنف مش إن أنا بس أودي الدكتور أو إن أنا بس أعمل تحاليل إن أنا بس أساعد الولاد دي إن هما يكلوا صح أنا كلنا لازم ناكل صح عشان الولاد تاكل صح في الأطفال بالذات كده يمكن أنا قلت قبل كده كان بيجي لي بنوتها 12 سنة والبنت كانت عايزة جدا إنها تخص وفعلا كانت دخلت في مقاوة إمسلين ومرحلة مقابل السكر وأهلاها عايزينها تخص بس للأسف هي البنت بش مزبوط جدا خست في الأول بعد كده البنت يقست ليه الأب بيجي متأخر الأم تقوم تحمر بطاطس وتحمر مش عارفة إيه ويعودوا يأكلوا براحتهم والبنت قاعدة يا حرام المفروض نعم ده مدرسة من ريحة قاعدة يعني هي شايفهم بيأكلوا بني آدم طبعا يحمروا بطاطس يحمروا بطاطس نشر من الليل فطبعا البنت بقتمشي مزبوط تاكل أكلها الليل مفروض تاكلها هي عايزة يعني هي كمان عندها الإرادة أسبوع والتاني وضعفت فقلت لهم أنتوا لو ما ساعدتوش البنت طب إحنا نعمل إيه بنعمل أنا عارفة أن في ساعات فيه ظروف لأ ساعات هنحط خضار كتير نحط صلتة كويس ناكل مزبوط وكل اللي أنتوا عايزين تاكلوه لو أنتوا معنوا غلط للكل قبل ما تيجوا البيت أو برا البيت أو ما البنت تنام يعني مش لازم برضو نحط الولاد في سترس نفسي لأن النفسي بتأثر جدا في الموضوع ده استنوا ما يناموا صح استنوا ما يناموا محمار بطاطس بعد أنه محمار واحد شكرا